السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليك كوك معكم مرين بركات تاني وصفة في هذا الأسبوع الخاص بالجزر أسبوع حافل بالوصفات المكونها الأساسي هو الجزر سوف تكون الوصفة الثانية عبارة عن غاتين بالخضار وأيضا بكريات اللحم المفروم رائع جدا هذا هو قوامه من الداخل تصلحني وجبة للغداء أو العشاء سريعة التحضير وسوف تكون ضيفتي ثلاثة هذه الأسبوع هي الأخت رجاء من قناة شيوة الدار مع رجاء هذه هي قناتها بها فيديوهات متميزة أنصحكم أن تزوروا قناتها وسوف تقدم لكم في اليوم الثاني من أسبوع التفاحية تقوم بإعداد وصفات خاصة ثلاث أسبوع مكونها الأساسي هو التفاح سوف تقدم كوكلي مع السل باللوز وأيضا مع التفاح كذلك باللوز المجروش والمراقل المصاحب للطبق صراحة طبق يشهي سوف أضع لكم رابط قناتها أسفل الفيديو ورابط أيضا طريقة تحضير هذه الكوكلي وبالنسبة لوصفتنا سوف نحتاج أول شيء إلى الخضار هنا لدي الجزر وأيضا القرع الأخضر وكذلك البطاطس لكن استخدموا أي خضار يعني تفضلون مهم مجموع الخضار يكون كيلو جرام سوف أحتاج الأربع بيضات ملح أيضا 300 ملتر من الكريمة 300 ملتر من الحليب إذا لم يتوفر الكريمة استخدموا فقط الحليب 220 جرام من السميد النعيم أو السيمولينا سوف نحتاج أيضا إلى الفلفل الأسود أو الإفزار سوف نحتاج إلى بودرة ثوم بودرة البصل ولدي هنا الحباق بالدرجة المغربية أو الريحان أو البازيليك تقريبا 10 ورقات إذا لم يتوفر استخدموا فقط القزبرة والبقدونيس ولدي هنا جبن البرمزون إذا لم يتوفر استخدموا جبن أحمر لكن يفضل البرمزون مداقه قوي ويعطي مداق رائع يعني للخضار ولدي هناك كريات اللحم المفروم قمت بتتفيلها وبتشكيلها هكذا على شكل كريات صغيرة استخدموا الدجاج نقانق يعني أي نوع لحم تفضلون هنا قمت ببشر الخضار هكذا رقيقة إما بمساعدة بمحضرة الطعام أو يعني بال يعني أدويا بهذا الشكل يعني رقيقة جدا الخضار وسوف أمر إلى تحضير الخليط الذي سوف تطهى فيه الخضار يعني الخضار هنا نيئة يعني ليست مطهية أضفت الحليب الكريمة كما قلت يعني هاته إما كريمة استخدموا كريمة غير محلات كريمة سائلة غير محلات أو الكريمة فخاش أي القشدة الطرية أو استخدموا الكريمة الخاصة بالطوخ هنا أضفت بودرة السون بودرة البصل ملح فلفل أسود يمكنكم أن تضيفوا أي توابل تفضلون يعني لهذا الخليط أي مضاق تفضلون أضيفوه يمكنكم أن تضيفوا الفلفل أحمر حلو توابل كاري أيضا سوف تتوالى مع الخضار هنا الملح وسوف أخون بطحن جميع العناصر وكما قلت يعني يمكنكم تعويض الكمية الكريمة بالحليب واخلط جيدا ونفقتنا لأن الإناء صغير قمت بصبه في إناء آخر لكن يمكنكم أن يتحن جميل أنا سر مرة واحدة وأضيفنا الجبن البارمزون وسوف أصب هذا الخليط مع الفضار السميد يعطي القوام رائع لهذا القراتين منصحكم أن تجربوا هذه الطريقة لتحضير هذا القراتين ونأزيل فقط القطعة الكبيرة التي لم تبشر بشكل جيد وأخذ هكذا سينية أو أي إناء يعني تفضلون مستطيع المربع أضع فيه ورق زبدة وسوف أصب خليط الخضار بهذا الشكل وسوف أقوم بتسوية السطح الخضار سوف تطهي يعني فيها الخليط الكريمة مع الحليب مع البيض بهذا الشكل وسوف أبدأ في رص كريات اللحم أرس الكرية جنب الأخرى بهذا الشكل وكما ذكرت يعني فاني إن تبقى مسألة اللحم المفروم اختيارية يأتي فقط فكرة لكن استخدموا أي نوعية لحوم تفضلون يعني في الوصفة أو اكتفوا فقط يعني بالخضار ويكون معها يعني طبق مرافق من الفروتين أضغط قليلا حتى تنزل الكريات اللحم المفروم بعد ذلك سوف أدخلها للفرن مسخا على 180 درجة 180 درجة مدة تصل إلى ساعة حتى تطهى بشكل جيد وهذا هو شكلها وأتركها إلى أن تبرد قليلا وسوف أقوم برش القليب من الجبن الأحمر هكذا على السطح وسوف يدوب بفعل حرارة القغطة سوف أريكم قطعة حتى تلاحظوا قوامه من الداخل السميد النائم يساعدني على تماسك الخضار بعدها ببعض ويعطي قوام رائع ومختلف هذا هو شكلها من الداخل وصفة رائعة أنصحكم أن تجربوها لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة ودوب الفيديو ودوب في بوانك سوف تجدون وصفات أخرى وانتضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة وعلى زر الاشتراك تتوصلوا دائما بجديد القناة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة